انسى الشرطة مع مين؟ اخرج اضغط هتلاقي السند الدعم جايلك من برا دي الحدوتة دي القصة اضغط انزل اخرج هتلاقي الدعم جايلك منين؟ من برا امبارح لما قلت عن محمد ناصر ده قلت عليه ايه؟ قلت الله يلعن البطن اللي شالتك تاني بقولها هو انا باشت مشت ما يعني انا بقلتها يعني ما كل واحد فينا في ناصر احنا انا راجل فلاح وراجل ابن بلد وراجل بلدي وراجل بحب بلدي وبقول لما يكون في واحد في العيلة مش كويس بنقولوا عليه هذا الكلام الناس اللي متربية على طبليط ابوها اللي شبعانين اللي عينهم مليانة عارفين هذا الكلام يقول لك اخس ده بيشت ملده الله يلعن البطن اللي شالتك زي ما يجي واحد يقول لك ايه الله يكرمك يا ابني ويكرم البطن اللي شالتك ده راجل ده ذكر ده جدع فهو الخسيس 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 الجسوس العميل الواطي محمد ناصر بيتكلم بيقول انزل ما تخافش اخرج والدعم جاي لك منين من برا لاهمك لجيش ولا شرطة شفت قزارة اكتر من كده شفت حقارة اكتر ده مين اه هاتها تالت يا وليد هاتها عشان الناس تصدق اللي احنا منقوله مين اللي هيجي من برا عشان يعمل ايه يحمي مين ليه البلد دي ملهاش صحابه ليه البلد دي ملهاش جيش محترم يا كلم البلد دي ملهاش شعب محترم يا حقير البلد دي ملهاش ناس تقدر تموت من اجل البلد دي هيجوا من برا من اسيادك اللي هيجوا من برا عشان يقفوا مع متظاهر بيسمع كلامك بهذا الشكل الوضيع الحقير يا جسوس يا عميل شغل هالي تاني يا ابني اخرج اضغط انسى الجيش مع مين انسى الشرطة مع مين اخرج اضغط هتلاقي السند الدعم جايلك من بره صحيح سيب لي صورته يا ابني كده سيب لي صورته هاد لي صورته هاد لي صورته يا وليد ده سمع انتو شافين مركزين لابس ايه لابس سود لسه كان عمر عبد الحميد بيكلمه يقول لي ده لابس سود ده بيسموه ايه ده نوع من ال لكنه بيعز نفسه حداد حداد ده لابس سود حداد حداد على احلامه اللي انتهت وجماعته اللي تم تشيعها الى مثوها الاخير الجماعة اللي هو مش منها لكن انشغال عندها هو خدام عند جماعة الاخوان هو مش عضو في جماعة الاخوان ما تدرش عضوية لانه هو بيتأجر عامل زي زمان كانوا بيأجروا ناس تعمل حداد او تعمل بيسموهم ايه بيعددوا معلش يعني فيه موروظ ثقافي عندنا بيقول لك ايه بيجيبوا في الميات الزمان زمان الناس تعرف هذا الكلام فيجيبوا واحدة معددها معددها يتعدد تصوت وتعمل بالأجرة ايوة فمحمد ناصر هو بن قسين معدد الاخوان او معددة الاخوان معدد الاخوان ده بيعمل ايه بيعدد عملي عملي صوى بيلطم الخدود ويشق الجيوب بفلوس ده مش مؤمن بفكرة ده واطي معددوش فكرة ده حقير رخيص محمد ناصر انا افضل وصف بيرقلي في هذه اللحظة الرجل مش رجل الرخيص الشخص الرخيص رخيص ده قاعد بينتقل من حانة في اسطنبول الى حانة في انقرة منتقلا من حانات وسط البلد زمان في كلوت بيك محمد ناصر فاشل كاتب سيناريو فاشل كاعلامي فاشل كصحفي فاشل كرجل فاشل كأسرة فاشل بشكل عام انتقل الى تركيا اشتروه بتوع الاخوان اجروه ليكون معددا المعددة بتاعت الاخوان هو ومعتز مطر هم الاثنين دول مش دعوا لحتلال مصر مش هما دول دعوا لحتلال مصر محمد ناصر والتاني اسمه معتز مطر وحمزة وزوبع وايمن نور دول تضربهم في خلاط الاربع لبعض يطلع لك هقول ايه اسوأ ما في الكرة الارضية كم الحقد والغل والحسد والغيرة والانانية واللا انسانية واللا وطنية واللا دين خيانة كاملة الاوصاف